في الأول بقى دراما اليوم الأخير دي أشتوها إزاي كفريق؟ أشتها أنت شخصياً إزاي كلاعب في أمور كانت تقريباً شبه مستحيلة لفريق الداخلية؟ هذا من الآخر ولا من الأول؟ هتها من الأول من الأول خالص؟ معك الحكاية كلها ماشي من الأول أنا طبعاً أحابي بشكر كابتر ريدا شحاتها طبعاً عشان هو اللي أسس الفرق دي من الأول هو اللي جاب اللعيبة وراهن عليها عمتاً يعني فعمل فترة أعداد محترمة وبدأ معنا بداية محترمة وهو كان متوقع النتائج وكان بيقول لنا يعني كان بيقول لنا أننا متوقع النتائج دي هتحصل بس واحدة واحدة هنرجع وكنا فعلاً في الماتشاط بنعمل نتائج كواسة جداً حي وإنا فيه ماتشاط كتير أخسرناها وإحنا مطروب مننا اتنين في أخي دقيقة من زي ماتشاط في يوتشر وإذا ما اللي كيتعادل معنا في أخي دقيقة عملنا نتائج كواسة بس هو ربنا يعني هي ما كانتش ماشية معها قوي بس هو مدرب كبير طبعاً ما فيش اختلاف عليه ومدرب كبير طبعاً بعد كده جلنا بقى كابتن علاء حاول تضيف علينا وجاب لنا لعبة في شهر واحد لعبة كويسة جداً وضافت للفرقة طبعاً كلهم ضافوا للفرقة ما فيش خلاف عليهم ظروف كانت صعبة كانت صعبة طبعاً الإدارة حاولت تعمل حاجات كويسة حاولت تعمل حاجات كويسة في ظل الظروف اللي هي فيها يعني لو جيت تبص للنينة الداخلية على الفلوس أو أي حاجة عن الدرجة التانية لأ ما الدرجة التانية هتقول ومعظم اللعبة جات قاعدت في فترة الاعداد يعني كنت موجود كانوا بيجوا يقعدوا ويمشوا عشان كده هم تقريباً وصلوا لأنهم يجيبوا أعراض كتير كان منا المشوار مع كابتن علاء فادلنا ماشيين واحدة واحدة كان في حاجة بين اللعبة حلوة يعني مش كان دايماً اللعبة كان كلهم عسكر نقض مع بعض الموضوع في إيدينا احنا مش موضوع إدارة ولا موضوع فلوس ولا موضوع جهاز كنا بننزل الملعب كنا احنا بنعمل مجهود أهدي الفرقة اللي قدامنا مرتين كل مطش فربنا يكلل مجهودنا ده ببقائنا في الدور يعني الحمد لله آخر يوم بقى اليوم ده أنت أحد الوقت حاجيت بشكل عام اليوم ده أنتوا تخليل مباراة أمام أسوان على ملعبه واستجاميره فريق غزل المحل رايح لعب حرص الحدود اللي خلاص ضمن الهبوط في المباراة مفروضة على الورقة تبقى سهلة قولي مشاعركم وأحساسكم كنتوا حاسين بي كنتوا متوقعين إيه بصراحة يعني كل الناس كان معنا كان فيه ناس كانت تقول أن الناس الحرص هيسيب المطش للمحل وكل الناس بتاعت أسوان يعني هلانا صحاف أسوان كانوا كانوا مستسهلين المطش شواء أن هم ممكن يكسبونا في أي وقت بس عشان ندي حرص حرص حدود حقه وحرص حدود اللي قدم مباراة محترمة وفيها فير بلي تمام وحرص الحدود يعني كده كده ما كانش هيسيب بس المنطق أو توقعاتنا لا توقعاتنا وأنت كمان لعيب كورة أنه لعيب هتنزل المشفرق معنا المطش ما خلاص ما هبطت يعني أنا إلي خليني يعيب عندي هدف في الموامش مش لازم يكون متعمد النو يسيب بس ممكن ما يهتمش بالبماراة طبعا فطبيعة الحالي يعني طبعا فكنا ركزنا حتى اللواء عثمان جاعد معنا قبل المطش قال لنا أن نكسب وهعمل لكم كافة كويسة وكل حاجة بيضرب بنا يعني الأول كانت في إيدينا دلوقتي خلاص وصلت لنتائج تانية هتستنى للمحل يخسر هتستطر تكسب أسوان فالفرحة باللوعات في الدورة طبعا ما تتصفش يعني السيناريو بتاع المباراة نفسها أن أنت تسجل هدفين وتحس أن أنت خلاص بقيت في الدورة الممتاز وبعد كده أسوان يتعادل اتنين اتنين وأسوان كان بيضيع فرص خطيرة يعني قبل حتى ما تسجل هدفين أسوان كان ليه فرص خطيرة جدا جدا في لحظة من اللحظات حاسيت أنه خلاص بقى أن الأمور مفهاش أمل لا خالص والله أنا كان عندي أحساس الروح اللي كانت موجودة في الفرقة كانت بتقول إن إحنا ممكن نكسف في أي وقت بس كان عندي نقطة واحدة بس لما كنا كذبانين اتنين سفر إحنا دايما بنبقى القلين على جننا شوية فعشان كده تخطفنا الجنين دول من خضة أو من القلق بنبقى القلين شوية إن إحنا خلاص يعني عايزين نأمن أكتر عشان ما يجيش فينا جوان فلما خلاص حسين إن الدنيا بتروح مننا خلاص كان إنها حتى تانية مباراة حرش الحدوى غازم حكا بيكلكم النتيجة أولا 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 كنتوا عارفين أو أنتم في الملعب وعارفين الماتش انتهى أصلاً قبلنا لا أعصد الجون دخل فيه قلت عادل أثناء المباراة برا الدكة كلها كانت وقفة على رجليها الماسك التليفون والمتابع كل وعد لحد ما الماتش خلص إحنا كنا خلاص عارفنا إن الماتش انتهى وما كنتش بسدقين نفسكم طبعا اللي هو حالة مش طبعية حالة طبع الفرحة ما نقول لك ما توصفش يعني هو ده كان الهدف اللي إحنا كنا ندخل له من الأساس السنة دي فالحمد الله دينا نصل